لأول مرة منذ مقتله قبل خمس سنوات تقريبا تطلو زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المدعوة أسباء محمد عبر ششة الحدث لتروي أسرارا لم تكشف من قبل فقد انفردت الحدث بإجراء مقابلة حصرية مع زوجة الرجل الأخطر الذي هدد العالم وروعه سنوات طويلة وذلك للمرة الأولى مع وسيلة إعلامية طبعا اختلفت الحياة كثيرا الآن أصبحنا نشعر فعلا نحن في خطر حقيقي كعائلة الآن فعلا في خطر حقيقي الرجل أصابوا غرور وماعد يهموا الناس اللي حواليه كل اللي يهمه هو فتوحات أمنه الشخصي كيف يوسعون هذه الدولة كانت عندهم أحلام كبيرة يعني يصلون إلى روما يفتحون يعني كانت في رأيي خرافات في الحقيقة في هذه الفترة يعني المشهد العام اللي تشوفه هو وجود الأجانب كان مميز جدا يعني وجود الأجانب في التنظيم بل هم كانوا أعتقد هم القوة اللي تمد هذا التنظيم كانت أعداد كبيرة جدا نساء ورجال بالنسبة للقيادات الأجنبية أنا من ألتقي بأحد هذه القيادات فقط مرة واحدة المدعو عمر الشيشاني زار البغدادي في البيت لا أعرف ماذا دار بينهم طبعا الرجال في مكان ونحن نساء في مكان في رأيي شخصي كان له دور كثير تأثير كبير في جرب المقاتلين وخاصة الأجانب للتنظيم يعني في تلك الفترة أصبحت الدنيا مفتوحة للتنظيم يعني كل شيء متوفر كان الزواج رخيص جدا النساء يعني متوفرات بصورة كبيرة جدا فكان أنصر جدا بالنسبة للرجال